في افتتاح مباريات الجولة العشرين من دور كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأمس حقق نادي الهلال فوزاً صعباً على مصطدفه نادي التعاون بهدف نظيف وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 47 نقطة في المركز الأول وبفارق خمسة نقاط عن وصيفه النصر في حين بقي التعاون على رصيده السابق عند 29 نقطة ليبقى في المركز السادس مؤقتاً الهجمة الهلالية الموجة الأزرق يتقدم كأنه بكورة بالأمسة بنقلة للأمام خطير أمام المرمى أمام المرمى خطير قول أول قول أول قول أول للزعيم كبير آسيا لا يتنازل عن الصدارة فهي عنوانه فهي عنوان الزعيم الزعيم لا ينتظر كثيراً لا ينتظر كثيراً فالأرقام أرقامي والصدارة صدارته يتمسك بها الزعيم مع أول انطلاق هلال في العشرين وقبل الثلاثين في ثاني مباراة الجولة العشرين من الدور السعودي يوم أمس أنقذ البرازيلي جوليانو قيد النصر ناديه من خسارة محققة أمام ضيفه الأهلي في المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 42 نقطة ليبقى في المركز الثاني بفارق خمسة نقاط عن المتصدر الهلال وارتفع رصيد الأهلي إلى 34 نقطة ليبقى في المركز الثالث أيضاً مؤقتاً نتابع جيداً في فيردر بريمن طبعاً إذا أقول لم يجد نفسه في تشلسي فأمر طبيعي لأنه في تشلسي مر محمد صراح لم يجد نفسه مر دي بروينف ولم يجد نفسه هذه كرة ثابتة تلعب عرضية محاولة بالرأس أوه يا أحلي العقيد 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 ضرب الأس يرايا وهدف أهلاوي غفلة بالدفاع النصر عرضية إذا تمكن جونز من صدها أما أن عمر يؤكدها شوط أول أهلاوي ننتظر وياكم عمر عمام جونز عمر من غير العقيد من غيرك يا عقيد يا عمر التنسى يا الله حتى علامة كالعدمر 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 تحضير وتجل الله 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 يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عالمي يا عالمي هدف قرآتي يا عالمي لا اقترى يا عالمي الله الله يا تولي عنه دماغك يا ظاهر لكن لا ليست علي هذا دور دي براسة يا إلهي البالة بالة دي باولة العودة يا نصر الله الله ومن أبرز المواضيع الرياضية هذا الأسبوع عندما أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن إقامة دورة الألعاب السعودية في نسختها الأولى والتي ستشهد مشاركة أكثر من ستة ألاف رياضي من ثلاثة عشر منطقة في السعودية وذكر وزير الرياضة الفيصل خلال المؤتمر أن هذا الحدث الرياضي يضاف إلى سلسلة الأحداث التي نظمتها السعودية في تاريخها كما كشف أن الدورة الألعاب السعودية سيجتمع فيها أكثر من ستة ألاف رياضي من ثلاثة عشر منطقة مختلفة في السعودية كما ستكون جوائزها مليون ريال لكل فائز بميدالية ذهبية أولمبية وثلاثمائة ألف ريال للفضية ومائة ألف للبرونزية يسرني أن أعلن عن إطلاق النسخة الأولى من الحدث الرياضي الأكبر في تاريخ المملكة العربية السعودية دورة الألعاب السعودية شكرا للمشاهدة ولأن القيم الأولمبية هي مصدر الإلهامنا في القطاع الرياضي ومنهج نسير عليه ومبادئ نغرسها لدى الرياضيين السعوديين منذ الصغر ولأننا ندرك الصد الواسع للرياضة ودورها في تنمية كل القيم التي تسهم في المحافظة على مكونات الحياة بهذا الكون ومن هنا اخترنا أن تكون الرسالة النوعية أو التوعوية التي يحملها شعار دورة الألعاب السعودية متوافق مع جهود وطننا الغالي في الحفاظ على البيئة والحياة الفطرية ولأن النمر العربي يمثل رمزية خاصة في هذا الجانب اخترنا أن يكون جزءاً أساسية في تصميم الشعار إلى جانب اعتزازنا وفخرنا الدائم برمزية السفين والنخلة دورة الألعاب السعودية ستجمع في العاصمة في الرياض أكثر من ستة ألاف رياضي بدعم من أكثر من ألفين مسؤول فني وإداري هذه وقفة مع مباراة الدور السعودي لهذا اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة